وبعث صاحب سمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدة لنهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة حلول عيد الأطحاء المباركة أعربى فيها عن أسماءات التهن والتبركات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع المسلمين داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بمفور صحة والعافية وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمني والخير والبركات كما بعث صاحب السمو حاكم أم القيوين برقيات تهنئة المماثلة إلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائبي رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايدة لنهيان نائبي رئيس الدولة نائبي رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة واخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات